هيدا القصة رح خبركم إياها بتصير بس بالأفلام غريبة كتير هيدا القصة سمعوها وعطوني رأيكم فيها ليصار إخواننا أنه لقوا موظف سابق بشركة بوينغ بوينغ اللي هي بتصنع طيارات واللي هو أثار مخاوف تتعلق بمراقبة الجودي والسلامة بما يتعلق بإنتاج طائرات شركة بوينغ لقوا ميت هيدا الأسبوع وفقاً للسلطات بولية كارولينا الجنوبية طيب أوكي ممكن كل واحد يقول هيدا أمر طبيعي ما كلنا معرضين أنه سمح الله بأي وقت أنه موت تمام بس اسمعوا تفاصيل القصة هيدا الشخص اللي اسمه جون برنات عمره 62 سنة كان مدير للجودي والسلامة بشركة بوينغ وتقاعد عمل ريتايرمنت بعام 2017 بعد عدة عقود من العمل مع الشركة وبحسب مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة تشارلستان قال إنه هيدا الشخص توفى بالتاسع من مارس أزار متأسراً بجراح التي على ما يبدو أصيب بها بطلق ناري وأضافت إنه الشرطة تبع هيدا المدينة عم بتحقق بالموضوع وحسب ما قاله يعني إنه هو سيلف اندائرد كأنه هو أوس حاله شركة بوينغ قالت إنه هني نشعر بالحزن لوفاة هيدا الشخص وأنه قلبنا مع عيلته وأصدقائه وهيدا الشخص إخواننا كان المفروض يعني بوقت وفاته كان من المقرر إنه هو يختتم اليوم الأخير من الإفادات قبل موعد المحاكمة في يونيو في قضية المبلغين عن المخالفات اللي هو رفعها ضد شركة بوينغ في عام 2017 نحن عندنا شي بأميركا اسمه وصل بلور وصل بلور هو شخص أنت بتكون تشتغل بشركة أو بمنظمة حكومية أو بوزارة شفت شي غلب موجود فتروح بتبلغ عنه وفي حمايات لألك يعني فيه قانون للوصل بلورز أو للمبلغين على المخالفات بأميركا فهيدا هيدا وصل بلور هيدا يخبرن شو فيه مخالفات عم تعملها شركة بوينغ للطيارات تتعلق بجودة الطيارات والسلامة العامة وكان المفروض يعمل دي بوزيشن أو يكمل الإفادات تابعه ولكن اللي صار عنده محكمة الزلمة هيدا الزلمة كمفروض يوصل على المحكمة ساعة عشر الصبح يوم السبت لحضور الإيديع مرد على المكالمات تابعة هيدف المحمول وغرفة بيئة الفندق والمحامي تابعه كان عم بيقول هيك ولما بدوروا عليه لقوا موظفي الفندق بشاحنة صغيرة برتقالية في ساحة انتظار الفندق وإلى حين سدود هيدا الفيديو لم ترد إدارة الطيران الفيدرالية على الفور على طلب للتعليق على هذا الموضوع وشو رأيهم بهيدا الموضوع هيدا الأسس بس بنسمعها بالأفلام انه هيدا الشخص كشف فيه اشي عم بتصير غلط أصلا ما نحنا عم نشوفهم بدون ما هو يقول في اشي عم بتصير غلط ما نحنا عم نشوف طيارة بوينج شو عم بيصير فيها شلي وقع فهمين كيف شلي فلي فقع الباب تبعه شلي من كم يوم البانيل تبعه طارت هنو ماشين فهمين كيف فهيدا الشخص المفروض كان يكمل الإفادة تبعه بالمحكمة ولكن بشكل مفاجئ لأوميات وقال شو هو مقوص حاله عطونا رأيكم بهيدا الموضوع بمربع التعليقات شو رأيكم؟ هو قوص حاله ولا فيه؟ ما بعرف عطونا رأيكم باللي صار بهيدا الحادثة وايضا ما تنسوا تشاركوا هيدا الفيديو والمن انتبعنا يتابعنا لايك وفولو على فيسبوك انستجرام واتيك توك وسبسكرا على يوتيوب